أصدرت رابطة علماء المغرب العربي بيانا حول ما سمي بالفتنة المفتعل بين الشعبين المغرب والجزائري هذا نصه الحمد لله القائل في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض البخاري أما بعد فهذا نداء إلى أبناء المغرب العربي من حكام ومسؤولين وعلماء وشعوب نداء من الله إلينا جميعا لنعتصم بحبل الله وأن ندع نزغات شياطين الإنس والجن الذين يدفعون الإخوة الأشقاء في الدين والدم والتراب واللسان إلى البغضاء والتقاطع والتحارب ندعوهم من منبار رابطة علماء المغرب العربي وعلى لسان كل مسلم غيور على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى هذا الرباط الإسلامي التاريخي الذي لم يستطع الاستعمار البغض عبر مديد القرون أن يوقع الفتنة بين أبنائه فغاضه ذلك وانتدب بعض المفسدين ليحركوا الضغاء ويغيروا الصدور ويوقعوا العداوة مستعينا في ذلك بإعلام مستأجر لا يصلح إلا للفتنة والتحريش بين المسلمين وعليه فإن رابطة علماء المغرب العربي تعلن ما يلي أولا تدعو جميع العقلاء والفاعلين إلى المصارعة في الإصلاح الأخوي لرأب الصدع بين شعبين قد مزجتهم السنون وجمعتهم الجراح حتى صار جسدا واحدا يشهد التاريخ بمواقفه الزاخرة بهذا التعاضد الذي كان السبب الأول في طرد المستعمر البغض من أرضه وبلاده ثانيا تدعو الحكومتين الشقيقتين في الجزائر التي تمثل قلب المغرب العربي الكبير والقلب يتسع للمحبة والإخاء والعفو والصفح والعطاء وفي المغرب الأقصى والذي يمثل الجناح الحاني والترس الواقي لمغربنا الكبير أن يجلس إلى طاولة العلم والحكمة والعقل ويصلح ما بينهما في أخوة وود وأن يحدد نطاق الاتفاق والإتلاف وما أكثرها ويبني عليها ويحدد نقاط الاختلاف ويسعي إلى حلها وأن لن يعدم حلا بإذن الله إذا صلحت النيات والصلح خير ثالثا تهيب بالشعبين المغرب والجزائري وهما إخوة أن يشكل لجانا للضغط على الحكومات من أجل المصالح التي فيها خير لأوطاننا وشعوبنا رابعا تهيب بالعلماء أن يكثفوا جهودهم في رأب الصدع وأن يسعوا إلى كبح جماح الشر واستثمار وسائل الخير في تنمية سبل الوفاق والإتلاف فهم الذين يقع عليهم أعظم حمل في السعي لوأد الفتن وهذه مهمتهم التي حملهم الله إياها كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتسلوا فأصلحوا بينهما الحجرات والله من وراء القصد وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والحمد لله رب العالمين